على أبواب الانتخابات في العراق لا توفر إيران فرصة إلا وتستغلها لتأكيد نفوذها على البلاد التي كان مجرد التفكير من الاقتراب منها ضربا من الخيال وتتباهى اليوم بأنها تسيطر على ثلاث محافظات فيها بشكل كامل من باب ميليشيات الحجد العريض توغلت طهران وبدى هذا الأمر جليا بظهور قاسم سليماني إلى جانب قادتها في مناطق عدة في العراق حتى ذهبت شخصيات برلمانية لوصف هذا التغلغ الإيراني في محافظات الديالا وواسط والبصرة بالاحتلال الهادئ هذا النفوذ بدأ يشكل هاجسا لدى العراقيين الذين فقدوا أمنه الغذائي والنفطي جراء تسليم الأحزاب الدينية لإيران مفاتيح العراق وسيادته نريد بلدا قويا وبلدا متراصا وحدا من الأجل ويظهر حديث رئيس الحكومة حيدر العبادي عن تأسيس جمهورية الثالثة حديثا باهتا ومبتثلا للعراقيين حيث يعترف نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي بتدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق وقراراته لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات لصالح الأحزاب الدينية التي تدعمها واقع يؤكد فيه السيناتر الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهام أن إيران هي من تحقق الانتصار في الشرق الأوسط بينما تتموضع أمريكا في مواقع دفاعية ويضيف جراهام في مقال له في صحيفة وولستريت جورنر أنه شعر في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط بالإحباط أكثر من أي وقت مضى حيث لاحظت نفوذ إيران المتصاعدة في العراق وسوريا بمساعدة روسيا ونظام الأسد وهو أمر يعود بحسب السيناتر الأمريكي إلى السياسات الخاطئة التي اتخذتها إدارة بارك أوباما التي مهدت لهذا النفوذ الإيراني الذي يعترف أحد مهندسيه محمد علي جعفري بأنه لم يكن من مصلحة بلاده أن يتم القضاء على تنظيم الدولة منذ بداية تشكيله حتى توسع طهران نفوذها وجودا تبدو فيه الإدارة الأمريكية الحالية التي يقودها دونالد ترامب محاصرة بعد فقدان جزء من نفوذها في سوريا لصارح إيران وتظهر مخاوفة حقيقية من خسارته أيضا في العراق